السلام عليكم وأهلا بكم من يومين وصل أول قطار تلجو الأسباني لمينة سكندرية وده هيكون واحد من ضمن صفقة قطارات تلجو اللي هتدخل للخدمة قرية تعالوا نتعرف على مميزات القطار الجديد وإيه اللي هيضيفه لشبكة سكك حديد مصر وزارة النقل كانت متعاقدة مع أسبانيا على توريد 6 قطارات تلجو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعشان كده وزير النقل كان متواجد بأسبانيا مع فريق متخصص عشان يعينوا القطار الجديد ويشوفوا إيه هي مميزاته وبالفعل عملنا صفقة 6 قطارات كمرحلة أولى بتكلفها 126 مليون يورو وبسبب تأخير وصول القطارات شركة تلجو التزمت بتزود نصر بقطر زيادة قطعود للتأخير عشان يوصل العدد ل7 قطارات ومن يومين وصل لمينة سكندرية أول قطار فيهم لو بصنا على قطار تلجو من الداخل هنلاقيه قطار فاخر بيعد من أفضل قطارات الديزل في العالم وده السبب أن شركة تلجو مستحوذة على 60% من قطارات أسبانيا وبتورد قطاراتها لبلاد كتير حول العالم أهمهم أمريكا وألمانيا وروسيا مواصفات القطار السرعة التشغيلية لقطار تلجو هي 160 كم في الساعة كل قطر بيتكون من قرار ديزل وعربة كوة وعربة بوفي و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة تانية مكيفة يعني القطر الواحد بيتكون من قرار و15 عربة الكتار من الداخل شبيه بالكتارات الكهربائية لكن المقاعد بتاعته شبيهها بمقاعد الطيارات بتتميز بالرفاهية والراحة هنلاقي سبب تصميم المقاعد بالشكل ده عشان يوفر الراحة لأن القطر مخصص للمسافات البعيدة بعكس القطر الخفيف أو متر الأنفاء المخصص للمسافات القريبة هنلاقي كراسي بشكل طولي عشان يناسب الصعود والنزول المتكرر للركاب من المقرر أن باقي كتارات تلجو هتوصل قبل نهاية 2022 عشان كده وزارة النقل جاهزة ورشة خاصة لكتارات تلجو من تنفيذ شركة النيل للطرق والكباري لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر أول رحلات كتار تلجو هتكون السنة دي هتكون على خط القاهرة اسكندرية وهيليها رحلات لوجه إبلي من القاهرة الأسوان بعد وصول باقي الكتارات كمان في خطة لتوليد 7 كتارات نوم من شركة تلجو بمستوى فاخر عشان تحل محل كتارات النوم الحالية من القاهرة الأسوان